ملف أسود جديد يفتح على الإمارات عنوانه هذه المرة الخدع أما تفاصيله فتحكي أن شركة بلاكشيلد الإماراتية أحضرت شباباً سودانيين إلى دبي عام 2019 ثم أدخلتهم إلى معسكر للتدريب لمدة ثلاثة أشهر على وعود بنشرهم في منشآت نفطية في الإمارات كحراس أمنيين لكن الشركة أرغمتهم قسراً على الذهاب للقتال في ليبيا واليمن التفاصيل التي وردت على لسان أسر المخدعين تقول إن أخبار ذويهم انقطعت وهو الأمر الذي دفع بهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في الخرطوم طالبوا فيها بإعادة المئات من الشباب والاعتذار للشعب السوداني عما قالوا إنها خديعة تعرضوا لها من قبل شركة بلاكشيلد قضية الاستعانة بالمرتزقة ليست جديدة على الإمارات إذ كشف موقع بازفيد الأمريكي في أكتوبر من العام 2018 أن الإمارات مولت برنامجاً لاغتيال سياسيين ووجهات دينية واجتماعية مستخدمة مرتزقة أمريكيين ضمن شركة يديرها إسرائيلي الموقع الأمريكي قال إن شركة سبير أوبريشن الأمريكية التي تعاقدت معها الإمارات عام 2015 أسسها الإسرائيلي المجري إبراهام جولان وهي بدورها استأجرت مرتزقة أمريكيين كانوا يعملون في أجهزة عسكرية أمريكية مختلفة في نهاية العام 2015 نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالاً قالت فيه إن مجموعات من المرتزقة من دول أمريكا اللاتينية تقدر بأكثر من 450 مرتزقاً شوهدوا وهم يتدون الزي العسكر الإمارات في اليمن لا شيء غير قانونياً وغير أخلاقياً لم تجربه الإمارة في سبيل تنفيذ أجنداتها الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتمكين الثورات المضادة في بلدان الربيع العربي